زي ما اتفقنا تدخلات الأهل في حياة ولادهم وازاي الولاد يتعاملوا ويحطوا حدود من غير ما يحصل مشاكل طبخة لازم نظبط معاييرها كويس جدا عشان الطبخة تتزبط ونعيش مرتاحين طيب نعمل ايه ونعمل كده ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع دكتور هالة حمد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية ازاي حضرتك يجب اهلا بيك حبق مع حضرتك زي ما احنا متعودين دايما الرحلة بقى من أولها بنوتة جاي لها عريس شايفة ان هو كويس بس برضو النسب مش اتنين بس عيلة من هنا وعيلة من هنا ازاي تحكم ان العيلة دي عيلة سوية هتبقى علاقتي بيهم فيها توازن حتى لو اختلفنا حتى لو فيه مشاكل هيبقى فيه احترام مهم جدا ان الاسرة كلها بتاخد القرار سوية يعني البنوتة بتاخدش قرار جوازها لوحدها منفعش لازم استشير واستخير فأنا وأهلي بنرائب التفاعلات اليومية الأب بيحترم الأم الأم بتحترم الأب الولد بيحترم مامته بيحترم بابا الاحترام في الأسرة التفاعلات مهم جدا نفهم الانحية المادية كمان لان زي ما قلنا قبل كده ان كل أسرة لها أسلوب تعامل مادي مختلف عن التاني طبعا فلو انا جوزت حد ممكن اعتبره بخيل بس ده طريقة عيشتهم هما فلازم يكون فيه تقارب فكري كمان نشوف هل هما بيفكروا بنفس ثقافتنا فيه ناس متدينة أكتر من ناس فيه ناس ثقافتها متشددة شوية عن ناس حاجات صغيرة بس مهمة وبتفرق في المستقبل رأي الأسرة دي في عمل الزوجة رأي الأسرة دي في طريقة الصرف رأي الأسرة الزوجة تصرف ولا ما تصرفش ده حيبان من خلال الأحاديث ممكن نفتح أحاديث كده كتجربة ونشوف إيه اللي حيحصل في التفاولات هل بيقضي وقت مع أهله؟ هل يقولك أنا بحبش مامتي بحبش عقود معاها؟ تهارفي بقى فيه مشكلة بينه وبين مامته ده ممكن المشكلة دي تتنقلك انتي لأنه بيسقط عليك مشاعر سلبية من علاقته بمامته عليك انتي فخلي بالك ما تقوليش بقى أنا اللي حبقى بأنحاغضه كده منه أو لا مش هيحصل لأنه هو المرأة في حياته متقلم من علاقته بيها ما بيحترمها يشتبه لو ما بيحترمش بمامته يحترمك إزاي يعني دايما بنقول الحب وأشياء أخرى بس أنا عايز أقاطح حضرتك بقى في النقطة دي لأن فيها حتة مهمة جدا بنات كتير بيتفرجوا معنا تقول ده ده علاقته بمامته مش حلوة بقى مش هتتعبني مش هتفضل تتدخل في حياتنا أنا أخده أحسن كده لوحده لكن لو خدته بمامته اللي ماما 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 بيسمع كلامه بكل حاجة أنا حتعب حتى البنات كمان يعود يقوله مصطلح أنا دايما بعترض عليه إنه ده ابن أمه مع إنه هو طبيعي من عندي ولد ما هو بي هو ابني أو ابني مين يعني أنا اللي تعبت وربيت بس دايما البنات تقول إيه ده أنا أخد واحد بقى مرتبط بمامته حيصدعني ده أحسن لو بعيد لا غلط لإن اللي مش قريب من مامته ومن لهوش خير في مامته مش هيبق ليه فيه خير ليكي خالص واللي معرفش يعمل علاقة سوية مع الأم فهو لا يستطيع أن يعمل علاقة سوية مع المرأة أيا كانت وكتير من الولاد اللي هم كان لهم علاقة سيئة مع الأم بيبقى عنده مشكلة اللي هي بتاعة الاتاتشمنت ما بيعرفش يعمل علاقة فيها حب ومودة واحترام مع الزوجة عشان عنده مشكلة في التعلق مع مامته من وهو صغير وأهم التعلق وأول التعلق بحياة أي إنسان أمه بالضبط لا شك فعشان كده دايق ليك ما يطب منكيش لو بيرجع لها في كل قرار آقا إلا أي ساعتها لكن لو بيحترم رأيها وبعدين بنحط المميزات في كفة والعيوب في كفة وبناخد قرارنا سوا في الآخر برغم أن أنا بسمع رأيها وممكن في الآخر أخد قرار مخالف يبقى ساعتها ده راجل بيفكر وقرروا من تفكيره لكن بيحترم رأي كبير ولوه كبير ما هي حدود تدخلات الأهل في فترة الخطوة؟ طبيعي إن هم هيدخلوا في الأرقام بتاعة الخطوة سواء الشابكة المهر الفرش الحاجات دي الأرقام اللي هم هيدفعوها حاجات المادية بطبيعي لكن التفاصيل بقى بالنسبة للزوء زوءنا إيه؟ الألوان الحاجات دي؟ لا ما يدخلوش فيها لأن اللي حييش في الشقة هو اللي هيختار التدخل في العلاقة مفروض ما يدخلوش يعني إذا حصل بينك وبينه مشكلة مفروض ما يدخلوش إلا لو هو بيسق في مامته وعايز ياخد رأيها كمرأة في حياته وتقوله وجهة نظر المرأة حدق من فترة الخطوة لحد بعدين ليه في حاجة كونية كده بتخلي إن الحمى لازم تتخانق مع مرات ابنها لكن جوز بنتها يبقى على الحجر وجميله وبيتدلع ليه فيه يزدوجية في الحجة دي؟ المرأة دايما تشعر إن ابنها ده رجلها معاشها يعني الرجل اللي هتتسند عليه بقية حياتها البنت بتبقى عايزها متهنية في بيتها وعارفة إن هي ما تقدرش تعتمد عليها في حاجات كتيرة فبتتخيل الرابل ده ابنها ده أهم حد في حياتها الحمى سنها كبير البنت لسه فرش كده يعني بداية حياتها المفروض مين يبقى ليه خلق يتحمل ويغير عشان علاقته بالتاني تبقى أحسن البنت لا شك ليه فقري كده تخيلي أنت تعبتي ومبنيتي مبنى كبير قوي وجميل قوي الناس كلها بتقولك الله وحد جاي ياخده منك من المفتاح بتاعه هتقيمت دايقة هو أنت مضطرة تديه عايزة تفرحي به وفي نفس الوقت هتفتقدينه هو دخلته عليك كل ليلة بالدنيا طبعاً لما تخسري الوجود وتفتحي قط النوم وتحذري كده وتتكلمي معي وبتاعه بعدين تمشي طب ما يجيب ليك شوكولاتي هو راجع حاجات صغيرة قوي هيتاخد دا كله منك فلازم تقدري حطي نفسك مكان حماتك عشان تعرفي إحساسها وتعرفي تطمينيها وكوني شكرة يا زين ما ربيتي يا طنت ربنا يخليك يا حبيبتي ما شاء الله عليه يعني دايماً دايماً فقري كده أنا عايزة المبنى دا حد يقولي اللي خده دا يقولي الله عليه تسلم إيديك وبعدين تحس بقى إن فيه مكسب بالنسبة للجدة إيه مكسب الجدة الأحفاد طبعاً فما تحرميهاش من أحفادها تحس أوكي هي خدت ابني بس ديتني فوقيه بونس أحفاد فتستمتع بأحفادها فلازم تدي وقت معين كل أسبوع إن هم يستمتعوا بأحفادهم الجد والجدة ساعتها حيقدروك يعمليها زي منطق أقفي معاها في المطبخ لما مثلا عزماك وما تعجيش رجل على رجل في الصالون تعال يا دكتور نبدأ من فكرة اتجوزنا سفرنا شهر العسر رجعنا من أول يوم بيبدأ الأهل يحاولوا كده يشوفوا أولادهم ماشيين حياتهم إزاي مادياً أخبارهم إيه مين اللي كلامه ماشي الدنيا ماشي إزاي فيه خناءات ولا ما فيش ونصايح بقى بيبقى فيه وابل من النصايح بالذات في السنين الأولى فيه شعر ما بين النصيحة وما بين التدخل إيه؟ إمتى كأهل نقدر نعمل حدود وفي نفس الوقت نتدخل في الحاجة اللي مسموحة لنا وإيه الحاجة اللي ملاشي أننا نتدخل فيها؟ مالكيش تتدخلي في بيتها منظمات زي؟ مالكيش تتدخلي بيصرفوا إيه؟ إلا لو شايف حاجة مبالغ فيها أنا بحيث كتير من الأهل بيبقوا في مهمة رسمية اللي حفاظ على فلوس ابنهم وإن البنت اللي جاية لهم المستهترة دي هتصرف فلوس ابنهم فإحنا لازم نحافظ له على فلوسه عشان هو خيب هتضحك عليه هتضحك عليه هو أنت ربيته راجل خيب هتضحك عليه؟ لا طبعا لا طبعا هو فاهم فاهم كل حاجة وسيبيه يغلط هو أنت مش سامح له يغلط وما يلاقيش في إيده فلوس فيتعلم الشهر الجاي أحافظ شوية على فلوس زيادة ليه اعتبريهم ولادك مرات ابنك مش جاية تاخده منك ولا جاية تصرف فلوسه ولا جاية تاخد حبه منك ولا جاية تقومه عليك لازم تفكري أنت كنت في مكانها في يوم الأيام كنتي برضو زوجة ولسه دخلة ومش عارفة لسه بيتها مش نضيف سعديها أقفي معها أقول لها تعالي إيه أساعدك في الحاجة دي تقدش تعلقي ما تعلقيش وخاصة من وراها تروح تقوليه للبيت مش نضيف ده البيت كذا البيت كذا لأ لقيت يا حيسى مع الولاد سعدي ما تحطيش رجل على رجل وتبقى عينك ناقدة خلك عينك أنا عايزة الأسرة دي تنجح أنت مش عايشانه هو حيايش مع بقيت عمره وحيايش مع ولاده طبعا لو أنت خدتيه منهم الولاد دول حتزلمه حتى لو شايف عيب فوتي ما توضحيش العيب ما تحطيش دائرة تدق على العيب بتاعها شكريله في امراته حليله دنيته خليه يشوفها كويسة وبالعكس هي حتقدرلك ده وحتحبك أكتر ويتقدرك أكتر لو كنت عملت الحلقة دي قبل ما أخلف كنت هقول كلام ودلوقتي بعد ما خلفت كلامي هيبقى مختلف شوية هقف بقى مع الأهل معلش أنا برضو ايه السنين هلاقيها جريت وهلاقي نفسي فعلا محطوطة مكان اللي حموات أنا تعبت وكبرت وربيت وصرفت وشقيت يعني رحلة طويلة قوي مع أولادنا وهو بعد كل ده لما يقول نصيحة لازم تتسمع فعايز أخذ النصيحة بقى من ناحية تاني إمتى أعمل نصيحة أو إيه هي خصائص الظريفة للنصيحة اللي يتقبلها اللي قدامي وبرضو الجزء التاني من السؤال إن إحنا إزاي بقى نقول للاولاد اللي متجوزين إزاي حتى لو النصيحة مش عاجبيني أرفضها أو ما عملهاش بالشياكة النصيحة مقبولة بس يبقى بيننا تاريخ من المواد ده والهزار والضحك والعلاقة ما دخلش شمال على طول بالنصيحة كمان اختيار الكلمات إزاي بدخل فيها أقول لها حبيبتي إيه راييك نعملها بالطريقة الفلانية واللهي أنا قريت مقالة إن لو رعينا الولاد بالطريقة الفلانية يبقى أحسن لما بنزعق بتحصل مشكلة طب لقيت لي مثلا بتزعق في ابنها قول لها إيه رأيك إن شاكلك مضغوطة دخلي جوه كده رواقي وهمليلي كبايت شاي وهمليلي كبايتين شاي واسيبهولي كده أنا حتكلم معي خليكي في صفها هو الهدف إيه الهدف إن أنا ابني يكون سعيد وإنت ضحيتي لعمر كله عشان ابنك يكون سعيد الهدف إن ابني يكون عنده أسرة سوية أحفادك يحبوك مرات ابنك تحبك وفي نفس الوقت هو أنت بتنصحي لي عشان تفيدي الأسرة دي ولا عشان تنتقديها لازم أنا بيني وبالنفس يسأل نفسي أنا عايزة أنتقد ولا عايزة فيد طب لو أنا عايزة فيد إزاي أوصل المعلومة بطريقة جميلة وجادلهم بالله تي أحسن طبعا مش كده في القرآن ولو كنت فضا غليدا القلبي لنفضه من حولك فلازم نفتكر الحاجات دي وإن إحنا لما نعرض فكرة نعرضها بطريقة جميلة بعض البنات لازم هم كمان يبقوا متقبلين شوية مش هنقول النقد النصيحة الأم دي ما ينفعش ما يكونش لها دور ينفعش خلاص أنا خدت ابنك وبقينا لنا على قطنا وعندي ولادي وانتي ملكيش دعوة بقى انتي روحي كده ايه اطلعي على المعاش وعيش حياتك لأ ايه عايزة تحس أنا جاي لك بخبرة كبيرة في حياتي كتير من الولاد دايتي يقول لك أصلا أنا قريت على الانترنت أصلا أنا قريت كذا أصلا أنا قريت كذا تمام بس الخبرة غير القراءة أكيد وبعدين خلي عندك كده اللي هو ايه الرقين انتي اسمعي ومرسية طعمت والله على النصيحة وكتر خيرك وبتاع وفكري هل هي بتنصح عشان تضيقك كتير من البنات تقول لك لا دا هي بتنتقدني لا هي بتنصحك هي عايزة أحفظة يكونوا أحسن ناس وبعدين هقول لك حاجة الأم أو الجدة بتبص من بعيد فمرأبة وشايفة يمكن حاجات انتي بشواخد بالك منها ويمكن انتي بتعملي أخطاء هي عملتها قبل كده وندمت عليها فعايزة تحميك من غلطاتها أكيد فبتشوف نفسها فيك فبتقول لك فما تخديهاش على نفسيتك قوي ما تقولولوش مامتك قلت ومامتك عادت وهي إزاي وأنا حرة وهي ملاجد ما تفتحيش مشاكل يا جماعة احنا عايزين نقفل المشاكل مش نفتح مشاكل الكلم بقى عن نامة دلوقتي واخد دكتوراه في المشاكل الزوج والزوجة العصفورة ماما قالت عليكي انك ما بتعرفيش تطبخي لا يا ماما دي قالت عليكي انك بتدخلي في حياتنا أو بنت تروح ماما هو قاله انت جتي من جير ما تستأذيني يعني وانا دي حاجة مش لطيفة جدا أصلا ماما مش بتحبك ولا بتحب مامتك وتلاقيهم رايحين بينقلوا كلام وفي الأجلب الزوجين دول بيتصلحوا في الآخر بس بيبقوا بوزوا علاقة كل طرف منهم بحماءة وحماءتهم الناحية التانية وبوزوا علاقة الأهل ببعض حياة فكرتيني بمامتي مرة قالتلي حاجة جميلة قوي قالتلي الناسب زي اللبن يتعكر بسرعة فخلي بالك من الحدة دي ان احنا فعلا ده لو اتعكر بقت مشكلة كبيرة فخلي بالك ان ما ننقلش كلام ودي نقطة رائعا انت فتحتيها وانا سعيدة بيها جدا لان نقل الكلام انت حتنسي وهو حينسى بس الاثنين امهات مش هينسوا طبعا وحتبقى متلككالك في اي صرف غلط ومش هتوصي ابنها عليك فعشان كده دايما نقول للبنت ما تقطعيش حماتك تحت اي ظرف اني بشوف امه من الناحيتي ما بروحش عند حماتي ده الراجل يقول او البنت تقول ما بروحش عند حماتي وحماتي ابدا خلاص اتفقنا انه ما فيش مروحلة هنا ولا هنا بالضبط فلازم ادي مصيبة طبعا وبعد هي مرة قالتلي طب هو رافض يروح لمامتي انا روح لمامته وقول لها اه طب اش معنى هو كده هتروحي لمامته مسيره حيتكسف ويشوف قد اي انتي بتراييها فياخجل من نفسه انساقت في بيوت كتير انه لما بيحصل مشكلة كبيرة وخرجت عن سيطرة الزوج والزوجة نروح للأهل يدخلوا يهدوا بقينا بنسمع ان فيه بيوت بتتخرب وطلاق بيحصل بسبب تدخل الأهل ليه بقى المعادلة اختلت الحقيقة جداي لان الأهل بيحسوا احنا صرفين جامد جدا على الأسرة دي فانتي لازم تكوني عندك نوع من الولاء لنا وان انتي ما تتعيبش ابننا وا وا كمان انا حقف جنبك حتى لو انت غلطان عشان انت ابني والعجل صحيح وفعلا دلوقتي من الاسباب الاساسية في الطلاق هو الأهل الأب بيجري للبنت يجري جاري يروح للمحامين ويشوف حقوقها ايه ونفق ونعمل ايه وكده ده بيحصل للأسف كمان الأهل التانيين طيب انت ازاي هتحرمها من الفلوس وهتحرمها من ايه وانتقامه بتاعه بدل ما يفكروا نصلح ما بينهم ازاي فلازم ان احنا كأهل نعرف ان نجحنا كأهل ان الاسرة دي تمشي كويس عشان نحن نفضها سيرة زي ما بيقول لا خالص خالص ولو شايف بنتك غلطانة قولها عيب اختشي رعي جوزك ولو شايف ابنك غلطان قولي له انت غلطان طبعا جاهز يا دكتور اللابل الوحش تمام اللابل الوحش بقى معنا بيت العيلة تمام سيد دكتور انا رحلتي في البرنامج ده كمية حالات كتير قوي قابلتها على طول متابعة كل حاجة على السوشال ميديا ليه علاقة مجروبات الستات والشكاوي والمشاكل دايما بتلاقي مشكلة بيت العيلة بنت كانت تكر انها لما تتجوز وتقعد في بيت عيلة الدنيا هتبقى هادية والدنيا لطيفة وحبقى جنب حماية وحماتي واخوات جوزي ودنيا هتبقى ظريفة بقى ونصهر سوا ونتقابل ونتكلم لقيت الموضوع من اول يوم قلب حرب مفيش حدود مفيش خصوصية فيه تحكم تقدر تلاقي حد فتح الباب ودخل عليها فجأة او تروح تلاقي الناس اصلا في بيتها وهي مش عارفة مش عارفة حتى تزعق ما هو برضو احيانا بنزعق كده زعيق الخفيف لأ انا انت قلتلي كذا انت قلتلي كذا تلاقي الناس نزلولك عادين بيفضوا كأننا عايشين كلنا في قوضة واحدة مش في عمارة ولا بيت كبير بيت العيلة ده ما نقدرش طبعا ان انا اقول للناس لأ يعني لأ في بعض الاسر شايفة انه احنا اقلمنا نفسنا على كده وحنكمل وولادنا جنبنا لو احنا في بيت عيلة ايه القواعد اللي نعملها اهم حاجة ان المفتاح البيت بتاعها لا يستعمل لو هو مع حمتها لا يستعمل الا في حالات الطوال وده يكون الامور دي واحنا مخطوبين مش هستني بعد جواز احنا عارفين دلوقتي كأي بنوتة كأي أسرة مشاكل بيت العيلة خلاص واضح جدا نمرة اتنين طبعا حسب المكان والموقع في بعض بيوت العيلة البنت بيتوقع منها انها تنزل تخدم حمتها وشيوخ نقشوا الكلام ده وقالوا ده مش يعني حاجة متوقعة منها وضرورة وواجب عليها ده بتعمله ان هي حسن خلق فلما بتعمل ده بنشكرها عليه الحاجة التالتة ان لازم هي لما تروح تزور حمتها تستأذنها والعكس صحيح فبتتفق على الامور دي قبل الجواز وحتى بتعلق عليها بتقولها بس يا طانت احنا متعودين بيتنا نظامنا حتى لو عايشين قريبين من بعض بنتصل بالتليفون مناسب ايجي او مش مناسب بتشوف رد فعلا حمتها لو لقيتها خلقت مشكلة وانتي ازاي تقوليلي كده وتتجاوز بالضبط فيه كمان بعض وشفتها الحمى والحماء لازم كل الواجبات تتاكل في البيت الرئيسي حاجة متعبة جدا الواحد يلبس وينزل ويقع ولا يطلع ويفضل قعد رسمي في كل اكل اللي حمش قريبين في قوتيل برده مزعجة جدا وكمان بقى حتضطر الدور عليها بقى في الطبيق فريدي النهاردة يتعبان فريدي النهاردة عندها مواقس حتضطر بقى تنزل تطبخ ما تدور عليها وبتبقى أدوار وبعدها مش عايز تعمل معاين النهاردة حتحط المواقين كده على جنب لغاية ما تقدر وتقوم تعمل علاقة بقى مين اللي هيشطى بالحوض ومين اللي هيعمل ففيه حاجات كتيرة قوي بحذير كتيرة وهي تتكلم مع خطيبها إن لو حصل مشكلة من فضلك محدش يعرف ولو عايز تاخد رأي حد تعالوا نتفق على حد إحنا اللي اتنين نتفق عليه روح له خال محترم وفاهم ومثقف عامة محترمة حد يعني إحنا اللي اتنين نكون راضيين ومش بيكون منحاز لحد فينا النقط دي تناقش وتناقش وتناقش الموضوع ما يتخدش لايت كده وبعدين بعد كده لإن ده بيخلق أسباب طلال بيت العيلة يا دكتور درجات مش بس الحامة عشان ما نبقاش مسكين في الستات الغلبانة لأمهات الحلوين ساعات بتبقى أخت الزوج أصعب من الحامة نفسها غير بقى لفل بعديه هو لفل السلايف نتعامل إزاي هنا وهنا ولو أنا أخت زوج أو أنا سلفة إيه حدودي في المعاملة خصوصاً لو إحنا في بيت عيلة ما تدخليش في خصوصيات أخوكي تماماً وإنتي مش مسؤولة برضو عن الدفاع عنه وعن فلوسه وإن أنت تحافظ عليه من مراته المفترية ما لكيش دعوه ما يخصكيش ليه؟ لما أخوكي هيحكي لك قصة مش هيحكي لك الحاجات الحلوة اللي بينه هيحكي لك بس السلبيات فدايماً أي حد في الدنيا لما بيقيم إنسان بيحط في كفة السلبيات وفي كفة الإيجابيات أكي فأنت بتحكمي بس بسلبيات بتحكمي بنظرة حب الأخوكي والرغبة في حمايته وده غلط أحياناً بغيرة وبغيرة طبعاً دلوة هي عندها مشاكل غيرة ممكن ما يكونش عندها مشاكل غيرة طبعاً فلازم أن أنت ما تدخليش نفسك في حياتهم تماماً وما تقوليش رأيك من غير محد يطلبه منك الهدف الرئيسي إيه؟ إن إحنا نحافظ على سلامة أسرنا إن إحنا مجتمعنا يبقى كل أسر نجحة بتطلع أولاد نجحين عايزة تخيلي كده المجتمع بتاعنا طبعاً فسواء أنت أخت زوج سواء أنت سلفة ما تخلقيش مشاكل ابتدتي مشكلة مش هتعرفت لأميها أكيد ممكن أبقى أنا سلفة وما بعملش مشاكل أنا في حالي وهي وفي حالها وبنتقابل مقابلات لطيفة والدنيا مش جميلة بس الحامة بتقارن بصي مرات ابني التانية عملت إيه؟ بصي بتشتغل إيه؟ بصي بتلبس إزاي؟ أهلها صرفوا إزاي؟ بيبدأ يحصل غيرة صح بس مش معنى كده أن مرات ابنها وحشة يعني هي الحامة هي الغلطانة مش الطرف الآخر فإنت لو غيرتي يبقى المشكلة عندك إزاي تعتزب إنتي؟ كلنا درجات وممكن حاجة إنتي تشوفيها حلوة وحد تاني يشوفها وحشة فهي تبقى رادية الرضا ده أهم حاجة في الإنسان رادية عن جوزه ما تقرنيش بين جوزها وجوزك ما تقرنيش بين بيتها وبيتك إنتي ممكن تحطي زوق رأيه إنتي حباة ومرتاحة عن حاجات غالية محطوطة من معارض غالية جدا فالمقارنة دي هي حاماتك الغلطانة هستغل وجود حضرتك معايا واسألك رأيك في حالتين أنا شفتهم وقابلتهم في ماما دطان حالة الزوجة تضربت من أهل جوزها يعني يفضلوا يدخلوا ويدخلوا ويقوموا وفي الآخر مدوا قديهم عليها في أولاد المفروض هي تعمل إيه؟ حقها أنها تروح تاخد حقها قانوني ولا هتلاقي الناس كلها يقول لها ده أنت سجنتي أهل جوزك وجد وجدت عيالك يعني إحنا برضو عندنا في الحتة دي معايير مختلفة في التفكير يا ترى جوزها رأيه إيه في الموضوع؟ هو ده اللي بيفرق هل حكمل مع الأسرة دي؟ فلو جوزها جاء أهل أبويا وإيه؟ يعني بيه ربيكي منت زي بنته يبقى ساعتها الانفصال أفضل ولكن إذا كان هو واقف جنبها وقال لأهله كده ما يصحش وزعل من أهله يبقى الموقف مختلف الحاجة التانية وجودها في بيت العيلة وأربهم تسبب في ده يبقى هي بتطالب بالانتقال بعيد عن بيت العيلة لأن طالما هي موجودة هناك فهي تحس بالتهديد هي مش حاسة بالأمان في بيتها حاسة أن في أي لحظة يدخلوا عليها يضربوها فساعتها بقى بنرجع إيه حكم من أهله وحكم من أهلها وهم اللي بياخدوا القرارات فطبعا إحنا مش عايزين نسجن أهل الزوج ولكن في حالات فردية جدا اللي ممكن بتروح وبتبلغ عشان أنه يرجع نفسهم بدل قبل ما عامله جدا تاني أكيد بس كتير من البنات بتتنازل بعد كده هم مجرد إيه أنا قادرة أعمل له بس أهلت مازيجي اللي حرجع علشان خطر العشرة والولاد والحاجات اللي بين الحالة التانية اللي حاخد رأي حضرتك فيها دي غريبة جدا بقى الجدة هي اللي ساعدت الزوج إنه يخطف الابن من المدرسة وخدته وسافر عيش في بلد تانية والأم مش ما بتشوفش ابنها خالص ما تفعرفش عنه حاجة بقى لها سينيه ظلم بيّن وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الإيه على الإثم والعدوان هي كده تعاونت معاه على الإثم والعدوان مش عشان ابنك من حقك تاخدي ابن حد تاني مش من حقك تحكمي عليها وتقولي هي غير قادرة على التربية هي غير قادرة على إنها ترعي وإنت اللي قادرة هو ليه ربنا لما الست بتجبر ما بيدلهاش بقدرة إنها تخلف لإن صبرها أقل طبعا وصحتها وصحتها أقل فإنت سبيل ممتوت إزاي مين يجرؤ ياخد قرار إني أحرم إنسان من أمه من وهو بيكبر يشعر بحنان الأم ده قرار كبير قوي طبعا وإنت مش هتعواضي الولد مش هتعواضيه مع ما عملتي مفيش زي الأم أكيد أخيرا يا دكتور قوليلي كده من وجهة نظرك شوية النصائح الزهبية زي ما بيقولوا اللي لو حصلت ما بين الأهل وولادهم بعد الجواز هنعيش في سلام ونفرح بولادنا بدلا من نخرب بيوتهم مفيش داعي إن أنا دايما أحاول أحمي ابني إن أنا وكأني أنا وابني ضد العالم وبحافظ على فلوس ابني وبحافظ على ابني من اللي جاية تعتدي على ابني أو جاية تاخد مني ابني أنا مش في منافسة كأم إن أنا ما تدخلش في حياتهم أنا مش في منافسة مع مرات ابني حاجات صغيرة قوي ما تكلمش كتير عشان ما أجرحش ولو ادخلت أدخل بنعومة وبرقة وبزوء وباحترام مش بنقد أساعد على قد ما أقدر على قد صحتي ووقتي يسمح أكون أكثر تسامحاً أكون أكثر حباً أكون أكثر استماعاً وعدالة إحنا مش قاعدين لولادنا أكيد مرات الابن بقى حقول لها سمحي خديها زي مامتك ما تمسكيش على كل كلمة ما تبقيش حاسة إن هي متهضاكي في بعض استاتي أصل هي تقصد أصل هي عايزة لا ما تخديهاش كده فوتي حاولي تحتشتغلي على علاقتك اكسبي جوزك لإنك لو كسبتي أهل جوزك كسبتي جوزك دايماً في تكري هدفنا النهائي أسرة سعيدة اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على watch.com